أهلاً بحضراتكم من جديد والفقر الحوارية في حلقة الليلة امتداد لحواراتنا خلال هذا الاسبوع والمنصبة حول الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الصلة بالصراعات المحيطة بنا وقراءات جيوسياسية لما يجري ومحاول الاستشراف المستقبل شارسني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة ست لواء أركان حرب دكتور وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الستراتيجية بالإكاديمية العسكرية للدراسات العليا ست لواء أهل وسلام محلتك أهلاً وسلام شارسني النور الله يخليه يعني أعتقد أنه الوضع في إسرائيل والوضع الذي تفجر من بؤرة الصراع في غزة امتد إلى جنوب البحر الأحمر والمدخل في مضيق باب المندق وجماعة الحوثي ولبنان وما يجري بين إيران وإسرائيل وفي العراق وفي سوريا الأمر البرمتي أعتقد أنه عيش معنا بلق عشر شهور لكن أيضاً تفجرت خلال الأسبوع القليل الماضي مشكلة في منطقة القرن الإفريقي وجري الصومال وما يسمى جمهورة أرض الصومال ودخول أثيوبيا على الخط محاولة الاختراق وإيجاد مكان لها على البحر الأحمر ثم دخول جيبوتي ومصر على الخط الآن تركيا ومصر يحاول معاً تدوير الزوايا في زيارة بكرة إن شاء الله الرئيس عبدالفتاح السيسي هي الأولى منجزة دولية المسئولية لأنقرة ربما لا يجب أن نصل هذه الزيارة عن هذه الملفات الإقليمية كيف قرأت زيارة الرئيس غداً إلى أنقرة؟ طبعاً الزيارة بتاعة الرئيس غداً إلى أنقرة الزيارة أنا عايز أقول إن هي جاءت في توقيت مهم جداً 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 بتشهد في المنطقة العديد من الصراعات اللي مش لقين لاحل أنا عايز أقول كلمة مش عايز لاحل أنا عايز أقول أرضاً إن المحور المصري التركي هو محور مهم جداً جداً وعلى فكرة في دراسات وفي مقالات كتيرة جداً بتحاول تبعد مصر عن تركيا بأي شكل المحور المصري التركي محور مهم جداً لقيادة المنطقة خلال الفترة القادمة تركيا من الدول اللي ليها وزن وزن في المجتمع الدولي تركيا عضو في حل في الناتو ونفس الوقت لما نيجي نبص الله إن مصر في نفس التوقيت من الدول ذات السقل السياسي والجيو استراتيجي في منطقة الشاكل الأوسط والذي يعني مصر الدولة لا غنى عنها في مشاكل المنطقة أنا عايز أفتكر نقطة مهمة جداً في بداية طفان الأقصى في بداية طفان الأقصى وأنا بتابع الموضوع ده بسيط ولو يوم أو يومين كان فيه محاولات ليه نحنا نبعد مصر عن هذا الاتفاقية أو فيها أو الموضوع بتاع أن احنا نوقف في النار وكده الموضوع ده مستمرش أكثر من 24 ساعة لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية ولا الدول الأوروبية أن هي تبعد مصر عن هذا الموضوع مصر الدولة ده تسقل مصر دولة سياستها الخارجية فاعلة ووزنة سياستها الخارجية واضحة نحية القضية الفلسطينية فالزيارة بتاعت مصر الرئيس المصر التركية أنا شايف أن هي زيارة مهمة جدا 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 للمنطقة الغربية المحور المصر التركي أعتقد أنه هو حيبقى له ثقل ووزن خلال الفترة القادمة في حل القضية تركيا دولة ذات ثقل مصر دولة ذات ثقل في المنطقة أعتقد أنه هم ممكن حيبقى فيه ردود أفعال إيجابية لهذا المحور المصر تركيا طيب يعني رحبا الملف